سلام عليكم كديري لابس عليكم إن شاء الله تكونوا فئة مصحة والعافية فما زلناك نحضروا العيد والتحضيرات ديال العيد فإن شاء الله اليوم نحضر معكم غريبات للبهلة سهلة ونجحة 100% عندي 250 كرام ديال الزبدة كاس ديال زنجلان محمر ومطحون عندي واحد شوية ديال حليب شوكولا او للكاكاو عندي جوش كسان ديال كاكاو الأحمر حتى هو محمر ومطحون عندي زلافة ديال ساندة ثم زلافة ديال الزيت عندي قبيسة ديال الملح عندي ثلاثة ديال خمارات حمر يعني 8 جرام ما يعادل الوزن ديالهم 8 جرام عندي هنايا واحد خمارات الفاني ثم عندي كيلو ديال دقيق نقدر نضيفو كامل نقدر ما نضيفوش فبسم الله غادي نبدأ البحلة ديالي غادي ناخد القصرية وغادي ناخد الزبدة ديالي بتلك 250 كرام فتقريبا يعني العلبة كاملة تقدروا اي نوع كتستعملوا ديال الزبدة غادي نحككها انا فضلت نخدم الزبدة ديالي بها الطريقة بجنيني سهلة لانها عندي شوية قصحة صلبة تقدروا تخدموا الزبدة ديالي لكم كيفما كتخدموها عادي في كل الحالويات اللي كتديروها فمعروفة الطريقة بش كنخدمو الزبدة كيفما كتشوفوغا نحاول نحككها كاملة بحلقة كاكت على الأقل كاكت سهل علي في الخدمة كتجيني سهلو بها تشكل هذا وهاني حكيت الزبدة ديالي كاملة دبا ناخد زلافة ديال الثاني دا لبنات انا دبا كنخدم على المقادير يعني كيلو ديال الطقيق هاي لكنتو قدروا غين سكيلو فتقدرو تقسمو المكونات على جوج مثلا زلافة راها كتعادل جوج كيسان ديال العنبا مثلا بقيتو ديرو هين سكيلو الطحين ديرو هي كاس واحد ديال العنبا لان زلافة كيما كتلكون فيها جوج كيسان ديال العنبا فضفت الزيت ديالي يعني ضفت الزبدة ديالي ضفت السنظة والزيت كيفما كتشوفو غنضيف قبيسة ديال الملح وغادي نضيف الفانيلا ديالي الفانيلا كنتو تعودوها بمعلقة صغيرة ديال القرفة ولي ما كتعجبوش القرفة يدير الفاني فأنا فضلت ندي الفاني كيما كتشوفو انا ضفت الفاني وضفت الملحة فالملحة تقدلينا الضوقة الغريبة واحد معلقة صغيرة هكا الملحة داروا اللي يديروها كنخلطوه كنخدمو الزبدة دينا مزيين مزيين فكتبغي الخدمة تقدي تخدميها بالبعض دار اللي كان عندك حكا كنخدمه حتى ما يبقوش فيها الحبيبات وعندما كتشوفو هاي الزبدة دينا تقريبا تخدمت لي فكتشوفو كيفاش ولت هكا كريمية وكيفاش كتبغي ما بقاش في هادو كل حبيبات ضفت جوش كيسان دائما عبار كاز ديال عنباء ديال الكوكا والاحمر المحمر والمقشر والمطحون بطابعة الحال ما تطحنوش مزيين خليوا فيه واحد الحبيبات مهرمشين هكدا ثم ضفت كاس ديال الجلدلان حتى هو محمر ومطحون لما بغيتوش تطحنوه قام مطحنوش يعني خليوا هكا كحبيبات غادي نخلطهم جيدا اندمجوا لي حتى هما مع الزبدة ديالي وباقي المكونات هكا البنات ودا بغنا خد دك شوية ديال الكاكاو او لا شوكولات ديال الحليب فالبنات انا كان عندي عوحد شوية درتو اختيار يلا ما بيجي تديره ولكن من الاحسن لك تديره إلا كان عندك حتى فلان كاراميل ولا فلان البانيل تقدي تديره انا ما متواجد عندي اللي متواجد عندي راني درتو تقدي ديفي من هاد الكاكاو اللي درتو احتل ثلاثة المعالاق كبار حتى الاربعة فكي جيكا وهو واحد لوغو رائع وهكذا غادي ندمج المكونات كيف ما كتشوفو كمستمر في الخارج بليد ديالي فهد الغريبة ما كتدلك متاشي حاجة مجرد كنجمع يعني كنجمع المكونات بالأصبوع ديالي دابا غنبدأ كنضيف دقيق كما قدلكم عندي هنا كيلو ديال دقيق ولكن ما ما غنضيفوش كامل لانا ما ما درتش يعني درتش يجوش كيسان ديال زيت لو كان ضفت كتر ديال زيت غادي نضيفو كامل دابا هانتو ما غتشوفو حد ما يبالي العاجين هو هاتك هانتو ما كتبالي يا ان الخالي ديالي مازال محتاج للدقيق فالدقيق دا ايما كما نقول لكم راهم غار بل يعني عمركم ما تديرو في الحلوية ديالكم ولا في اي حاجة ما تديروش يعني دايما كتوضح للمبتدئات في الطبيعة الحال يعني ما تديروش الدقيق ديالكم ما ما مغربلش فهاكا غا مستمر فهاد البهلة هاتي كلي كيتشك انها ما كتصدق لهوش ما فوالله لا يعني ما في هاشي ما شقعت فهانتو ما غدي تشوفو معايا كيفاش كتصدق فالعاجين ديالها شوية كي يجيقها صح ما كيجيش لين لين هانتو ما غدي تشوفو فاكا ما قلت لكم ما استهلكتش لي هاد ال ال يعني هاد الكيميا اللي درتانة المكونات ما استهلكش ليه كيلو كامل ديال ديال دقيق فاضفت دابة ثلاثة ديال الخمارات حمر كما قلت لكم الوزن ديالهم يعادي لأت من يقرة فاقا نحاول ندمجهم فاقا نحاول ندمجهم هنجمع العجين ديالي حتي تجمع ليه فها هي العجين ديالي تجمع ليه كيف ما كتشوفو ورا هكا جي قاسحا ويعني مش قاسحا قاسحا فايا البنات مهم كدجيش ديك العجينة اللي يرتبها بالساف كدجيش شوية جامع راسها هاكدا كنشد كوائرة كننحس بها يعني كنجربها انها قادرة تكور ففاش كتكون قادرة تكور عرفوا انها هادك هي البهلة ديالكم فهي مستعدة باش نشكلوها على شكل كوائرات الى ما عندكمش يعني الطاوى ديال الغريبة فماشي مشكل يعني غادي تصدق معاك حتى في الطاوى العادية فكما كتشوفو انا درتها غير في الطاوى العادية ديال فران عادي يعني فغادي نشكلها ككوائرات الى عندكم الميزان تقدو ديرو يعني تعبروا به باش يجيوكم كوائرات في نفس الحجم يعني ما تجيش واحدة كبيرة على الوحدة انا كنت تعمل عيني ميزاني وكيجوني النفس الحجم تقدو ديروهم صغير ورين كبار متوسطين على حسب الاختيار اللي انتو ما بغيتوه فكما كتشوفو غا نستمر هاكا كننشكل العجين ديالي حتى نكملو كله فهان انتهيت على البنات العجين ديالي شكلتها كاملة وفهاد الحين هادا فاش كنت يعني كنشكلها راه الى الفران ديالي كيكون كيصخلي لانما كندخل البهلة ديالي حتى يكون الفران سخون مزيان 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 وهي البهلة ديالي خرجتها من الفران فكما معروف كندخلها لتحت عاد ندخلها الفوق يعني لتحت وبنار مهيلة جدا حتى كتشقق لي لتحت عاد كنطلعها الفوق باش الطيب لياه فانتمنى تجربوها ودعموني وتشتركو في القناة تفعلوا الجرس وتدعموني وشكرا لكم شكرا